السلام عليكم ورحمة الله تهالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو إن شاء الله رح ننشر ونحلوا مع بعض الدرس الصفحة 147 مع التمارين الموجودة في هذا الصفحة مع لكم غير تتبعوا معي نبدأوا على بركة الله بسم الله عدنا معلومات في الجدول حول أسباب ونتائج التلوث رح نكتبوا أربع جمل من إنشاء تانا من خلال المعلومات المعطات start like this the main or the major or the direct cause of acid rain is water pollution is وغيرها the main or the major or the direct effect of water or air pollution is وتكمل إذن درو جمل أربع جمل فيها الكوز والإفكت تحب تدرو أربعة فيهم كوز وأربعة فيهم إفكت ما عليش المهم تحتامدوا على هذا الجدول المقدم أمامكم أنا نادت لكم أربع جمل رح نقرأهم مع بعض فيهم المطلوب وانتوما بدلوا السبب وبدلوا النتيجة لأنه في الجدول عطونا بزاف أسباب وبزاف نتائج للتلوث تبعوا معي الجملة الأولى the major cause of acid rain is acid gas emission from cars and the service stations إذن الأمطار الحمضية للعمل أو السبب الرئيسي فيها هي الدخان الناتج حول اللي يخرج من السيارات ويخرج من service station محطات الخدمات هنا تديروا الكوز والديروا الإفكت اللي هو السبب الذي ينتج حول acid rain اللي هو أنه الفورست كامل تموت الأراضي تموت المناطق الزراعية تموت وغيرها هنا تديروا النتائج في نفس الجملة ولا تديروا جملة حول النتيجة وحدها the main cause of water pollution and destruction of marine life is sewage and oil spells هنا السواج هي مياه المجاري حشاكم المول الخماج حشاكم من تعلو غارات the main cause of land and skin disease land لهي الريا and skin disease is factories and cars gases the main cause of the destruction or the creation of earth pollution is toxic waste toxic معنتها الغازات السماء ولا رمي السموم في الهواء ولا في الماء رايح ينتج عنه إلا كان رمي السموم في الهواء رح يكون earth pollution عامة رح يكون عليها air pollution وإلا كان في المياه رح يكون water pollution أما هنا earth pollution فهو عامة السموم اللي رح يترمى سواء في الماء أو في الهواء رح تمدنا earth pollution تلوث الأرض عامة إذن هذا هو ما ديروا الجمل أنتم كما تحبون عندكم بزاف معطيات في الجدول write it right هنا عدنا فقرتين رح ينعمروهم بالمفردات اللي لازمة من الجدول عدنا هنا two paragraphs رح ينعمرو الفراغات باش نتحصلوا على coherent paragraphs عدنا الparagraph الأولى والparagraph الثانية أنا هنا باش منطولش في القراءة نتعى الparagraph نشرحها ونحلها في نفس الوقت تبعوا معي نشوفوا الحد إذن نهنا نعمرو الفراغات there are four different types of pollution أربع أنواع تحت تلوث firstly there is air pollution تلوث الهواء its major cause is factories, vehicles and cars emissions secondly we have water pollution تلوث الثاني هو تلوث المياه this pollution results from sewages and oil spills thirdly there is earth pollution it comes from toxic waste waste هنا earth pollution اللي هو تلوث الأرض عامة ok تلوث الأرض عامة and garbage garbage اللي هي النفايات finally there is noise pollution noise pollution اللي هو الفوضى ok noise الحس القاوي it is due mainly to cars and factories يجي منطنوبيلات ضاجيج سيارات وضاجيج المصانع pollution is a very serious problem because most of it comes from machines which man has invented to satisfy his daily needs هنا الآلات اللي اخترحة الإنسان باش يردي أو باش يلبي الرغبات اليومية نتاعه هي السبب في هذا البلوشن for example we use cars to travel from one place to another however these cars threw gases into the air two of the consequences of this pollution are length and skin cancer إذن نتيجة هذه الغازات المنبعثة من السيارات هو سرطان الرجل وسرطان الجلد ربي يحفو بنا ويعفو علينا ويبعد علينا وعلى ولدينا ويحفظكم جميعا إذن وصلنا لختم هاد الفيديو نتمنى شاء الله هاد الشرح مع الحل يكون فاتكم واستفدتوا أترككم في رعاية الله وحفظه وابقاوا على خير